طبعاً الناس بتسأل ليه فيه اهتمام بالزراعة ما فيه شك إنه الغذاء أمن قومي واجب على كل دولة إنه يتوفر الغذاء لكل مواطنيها سواء من الانتاج المحلي أو بالاستيراد تعالوا نشوف إحنا عملنا إيه خلال الفترة اللي فاتت عشان نحقق الاكتفاء الذاتي من كل السلع الاستراتيجية والأساسية يكون انتاج محلي إحنا اللي بنتجه مصريين هم اللي بنتجوه هم اللي بيزرعوه الزراعة بشكل عام بتساهم فيه الناتج المحلي بنسبة 15% وبتساهم فيه أو بتمثل حوالي 17% من المنتجات اللي مصر بتصدرها ده بشكل عام وبنستهدف خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله أنها يكون 25% لما قالوا إنه إحنا قالوا إنه هنا في البرنامج نحن رايحين لتشكى أنا كنت متحمس يعني المسافة بعيدة وإحنا تحملنا سفر لكن ده واجبنا ده دورنا إنه إحنا نسلط الضوء على المشروعات اللي بتتعامل في الدولة سفر بعد أسوان حوالي 260 كيلو عشان توصل لمزرعة تشكى لكن أنا من جيل التمانينات فمن جيل التمانينات كنت سمعت زمان عن مشروع تشكى اللي تلك زي ما قدنا لحضراتكم لسبب أو لآخر ده مش موضوعنا دلوقتي لكن لما عاد الأزهام مرة تانية فهو عاد بفكر عايزين نوصل نعرف إيه سبب التلك إيه سبب التعصر في هذا المشروع عشان نبتدي نشتغل عليه فالرئيس كلف بأن يكون فيه دراسات لهذا المشروع المشروع بالمناسبة زمان لما كان مخطط كان المفروض هيتم افتتاحه على مرحلتين ويتم الانتهاء منه في 2022 طبعا توقف سنين كتيرة تجاوزة العشرين سنة تخيالوا أن احنا في 2022 بنفتتح المشروع في معاده فقط في ظرف يعني ثلاث سنين من العمل في ثلاث شهور الأرض الصحرة بتتحول إلى خضرة زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي وانت ماشي في أرض تشكا احنا طبعا كنوا حرصين احنا نكون موجودين عشان ننقل لحضراتكم الصورة على أرض الواقع عاملة ازاي وانت ماشي في أرض تشكا ممكن تمشي حوالي نص ساعة يمين نخيل وشمال نخيل مزارع نخيل عينك ما تجيبش أخير هزا ما دايما بنقول يمكن أنا من ريف محافظة الغربية فعارف كويس ان انت تبقى قاعد في مكان في خضرة بيكون عامل ازاي مدى الراحة النفسية اللي بتشوفها وانت موجود في المكان لا تتخيلوا ده بالإضافة الانتاج طبعا اللي هيطلع من هذه الأرض احنا كنا بنمشي على طريق الزراعي زمان اسمه طريق الزراعي لان طول ما انت ماشي مفروض كنت تتلاقي زراعات يمين وشمال لكن الفترة اللي فاتت كان فيه تجاوزات على الأرض الزراعية فده اللي خلت دولة تتجه إلى زراعة الصحراء وتعمير الصحراء وده مكلف ومكلف كتير جدا لكن في النهاية الهدف هو تحقيق الأمن الغذائي ان انت تكون دولة منتجة زي ما قلت لحضراتكم ايه بتاكل من اللي بتزرعه وبتلبس من اللي بتقوم به عملية تصنيعه هناك وانت ماشي في مزارع النخيل انت بتشوف حاجات اول مرة تشوفها يعني انا اول مرة كنت تشوف الزراعات التحملية ايه هي الزراعات التحملية دي وانت ماشي بتلاقي النخلة قطرها مزروعة في مكان مبدئين النخل على صف واحد يعني لو انت واقف كده وبواصص عشان تشوف النخل هتلاقي كله على صف واحد ده بيسهل عملية المرور ما بين النخل بيسهل عملية ان انت تعدي آلات او معدات ما بين النخل محيط النخلة اتنين متر متر في متر يعني حوالي اتنين متر مربع دول مكان مزروع فيه نخل وفيه مية عشان النخلة دي فاحنا نستثمر هذا المكان فتم زراعة حاجة اسمها ايه زراعة تحملية زراعة تحملية دي بنزرع اي حاجة في محيط النخلة هم زرعين بالمناسبة كمان امح يعني في محيط النخلة ده زرعين امح احنا بنتكلم فيه اتنين مليون وثلتمائة الف نخلة تخيل كل واحدة من دول ليها اتنين متر اضرب بقى لتنين متر في الكلام ده يعدي الاربعة مليون متر تقريبا يعني احنا بنتكلم في حوالي ما يقرب من الف فدان ده كده كانت مفروض انها تكون ارض مهضرة لكن احنا استغلينا حتى دي استغلناه النخلة نفسها النخلة نفسها ده بياضافة طبعا للنباتات العطرية والزهور عشان احنا عندنا كمان مناحل ما هو يعني زراعات تكملية وصناعات تكملية كله بيكمل بعضه النخلة كمان عليها كود ودي من الحاجات اللي لفتت نظري وانا معدي كود لكل نخلة انت بتشوف النخلة دي جاية منين والفسائل بتاعتها ايه اللقاحات اللي خدتها ايه لو في مشكلة في النخلة المهندس هو معدي المهندسة الزراعي هو معدي مش هيعدي دور على النخلة اللي كانت معرفش فيها مشكلة اللي هيقطع منها جريدة مثلا عشان يعلمها لا بالكود بتدخل على الكود من خلال الApplications تعرف على طول النخلة دي اخر مرة خدت اللقاح امتى النخلة دي وضعها ايه النخلة دي جاية منين الفسائل بتاعتها فين بتعرف كل التفاصيل دي طبعاً ما فيش شك إن الأمح محصول استراتيجي مهم وفي هذا التوقيت بالذات محصول غاية في الأهمية تعالوا نروح نشوف إزاي الحلم تحول لحقيقة على أرض تشكة إزاي تحولت رمال الصحراء والصخور في ظرف ثلاث شهور فقط إلى مساحات ضخمة من المزارع الخضرة اللي احنا بنستهدف فيها زراعة أربع أو ربعمائة ألف فدان من الأمح ده ما كانش يحصل غير بإيد شباب مصري وعزيمة ما تعرفش كلمة مستحيل موسيقى